بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضرتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند وحشتونا في فترة الأجازة والويك اند الثمانية واربعين ساعة اللي فاتت لكن بالتأكيد بنسعد لما بنكون مع حضرتكم في بداية ومستهل الأسبوع يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامج التريند وبإذن الله أسبوع يكون ملي بالأخبار والكواليس الموضوعات اللي بالتأكيد بتحب تسمعوها وتشوفوها وتطمنوا بالتأكيد على آخر أخبار النادي الأهلي وأنتم متعودين دايما من خلال شاشة قناة الأهلي وعبل برنامج التريند كل الأخبار الجديدة والكواليس والموضوعات اللي بالتأكيد ده مثار اهتمام السوشيال ميديا بنركز عليها وبنبروزها وبنشرحها لحضراتكم من خلال حلقات برنامج التريند لكن قبل ما أدخل في أي شيء في سياق حلقة النهاردة عادي أشكر كل الناس اللي تفاعلت مع حلقة يوم الخميس الماضي وتحديدا الفقرة الحوارية فقرة الفور اللي كان فيها كواليس كاشفة لما حدث وسيحدث في ملف التحكيم خلال الفترة القدم كل ردود الأفعال من خلال السوشيال ميديا من خلال الزملاء الصحفيين ومن خلال المواقع الرياضية فكرة أن نقدم محتوى يكون هدف أساسي لكل المواقع الرياضية تشتغل عليه لمدة يوم أو يومين من خلال تصرحات هامة جدا للكابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام اللي السابق أو الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الإفريقي بالتأكيد شهادة كبيرة جدا نحن النهاردة قدمنا مادة خبرية مفيدة للمشاهد وبالتأكيد لكل الجماهير المصرية بمختلف انتماءتها لأن دورنا هنا لما بنركز على أي قضية دورنا أن نقدم المعلومة المجردة بدون أي وجهة نظر المعلومة المجردة بدون أي انتماء لأن ملف التحكيم من الملفات الخطيرة جدا اللي بتؤثر بشكل سلبي على مستقبل القرى المصرية خلال الفترة الأخيرة والنادي الأهلي بيهتم جدا بالملفات اللي زي دي لأنه جزء أساسي من صناعة القرى المصرية وتطوير منظومة القرى المصرية لذلك كان هدفنا استضافة رئيس لجنة الحكام ويمكن صرح تصرحات لم تصدر من قبل وتحدث في عدة ملفات أعتقد كان فيها مفاجآت لكل السادة المشاهدين لذلك أنا بشكر كل الناس اللي تفعلت مع حلقة يوم الخميس الماضي كل الزملاء الصحفيين كل المواقع الرياضية اللي بالتأكيد اهتمت به نشر كل تصريحات الكابتن محمد فاروق على ملف التحكيم هنا احنا بنحاول نشتغل وبنقدم لحضراتكم مادة فيها تفاصيل فيها أخبار فيها معلومات فيه وحوش معايا في الكنترول إعداد وإخراج وبريديوسر يعني الناس بصراحة هنا عاملين مجهود جبار جدا عشان نقدم لحضراتكم مادة إعلامية تنال احترام ورضى كل المشاهدين جماهير الأهلي في المقام الأول وكل جماهير القرى المصرية بشكل عام طيب بالتأكيد الناس كلها عايزة تطمن على تدريبات النادي الأهلي خلاص أفنى المشوار المحلي الأهلي في الصدارة بسبع نقاط مع بيراميدز ولكن عندنا مباراة مهمة جدا بعد 48 ساعة في دورة أبطال إفريقيا أمام استاد أبي جان في يعني مستهل انطلاق مرحلة دور المجموعات مباراة صعبة وبداية مهمة لفريق النادي الأهلي عندي تفاصيل كتيرة عن تدريب النهاردة النهاردة كانت تدريب صباحي وده نهج جديد لمارسي الكولر بيعمل تدريبات صباحية في الفترة الأخيرة هنطمنكم على كل اللعيبة بلا استثناء أخبار الفريق بيستعد زي بكرة المعسكر المغلق المؤتمر الصحفي حالة وسام أبو علي حالة اللعيبة النهاردة لشاركة في التدريبات الجمعية كل ده النهاردة هنطمنكم عليه وكالعادة وإحنا بنتكلم في الشأن المحلي أو الإفريقي أكيد لازم يكون عندنا رؤية ومتابعة للشأن الدولي لأنه كمان عندنا تفاصيل جديدة النهاردة عن مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا عن بطولة كأس فيفا قطر انتر كونتينيلتر حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها إنجاز منتخب مصري لناشئين تحت 17 سنة والتأهل لأول مرة منذ سنوات طويلة يعني أعتقد وأنا بتابع كده منتخبات الناشئين والشباب من 2013 تخيلوا 11 سنة المرحلة العمرية تحت 17 سنة ما بتتأهلش أصلا للتصفيات الإفريقية أو البطولة المجمعة اللي بتودي بعد كده على كاس عالم بنخرج من الأدوار التمهيدية تصفيات المناطق الجغرافية كانت صعبة جدا ولكن عايز أشيد وأهني الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس عمل مجهود كبير جدا وتحمل المسئولية هو وجهازه الفني رغم كل الصعبات اللي بتمر بها هذه المنظومة وهذه القطاعات ومشاكل التسنين والأعمار السنية الصعبة اللي بيواجهها أي جهاز فني أجهزة فنية كثيرة جدا أخفقت في كل السنوات الماضية وفي كل التصفيات الماضية نتيجة التخبط الإداري وعدم تقديم يعني أي مساهمة أو مساعدة من كافة الاتحادات الماضية ولكن بقول مبروك للكابتن أحمد الكاس مبروك للكابتن رامي عادل مبروك للكابتن أحمد فوزي مبروك لكل أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر تحت 17 سنة على هذا الإنجاز والتأهل إلى التصفيات النهائية اللي بإذن الله هتكون خطوة للتأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة كلنا عارفين طبعا أن ده تأهل لفريس 17 نتمنى التوفيه لمنتخب العشرين سنة اللي موجود مع ميكالي خلال الفترة اللي جاي عنده موقع صعبة جدا لكن نتمنى له من التوفيه رب بإذن الله في المرحلة اللي جاي عموما دي كانت نقاط مهمة جدا عايز أبدأ بها النهاردة سواء تدريب الأهلي الإشادة والتهنئة بالنسبة لي منتخب تحت 17 سنة النهاردة كمان هينورنا في الفقرة الحوارية واحد من نجوم الجيل الزهبي في تاريخ النادي الأهلي الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق وهو حاليا بالمناسبة مدرب حراس مرمى منتخب مصر موليد 2009 هنتكلم معاه عن منتخبات النشئين والشباب وعن مركز حراسة المرمى في منتخب مصر الأول وهنتكلم معاه عن مباراة الدوري والمشاركة المنتظرة للأهلي في مونديال الأنداف أمريكا كأسة انتر كنتنلتا الأمير من الحراس المرمى ومن لاعب الأهلي اللي شاركه في دورة أبطال إفريقيا حاز مع الأهلي على دورة أبطال إفريقيا عام 2008 وكان الحارس الأساسي في مباراة القطن الكاميروني لعم مع الأهلي مونديال الأندية لعم مع الأهلي مباراة الدولية كبيرة جدا حتى في لندن أمام برشلونة وأمام العديد من الأندية الكبرى ففرصة النهاردة نلتقي مع واحد من نجوم النادي الأهلي عشان نتكلم معاه في تفاصيل مهمة جدا ويمكن بقاله فترة ما كانش موجود معانا على شاشة الأهلي ففرصة النهاردة نسترجع الزقريات ونتحدث في الحاضر ونتكلم كمان على منتخب 2009 وبيفقر ازاي كهذا الجيل انه ممكن يحقق نفس إنجاز منتخب 17 سنة ومنتخب الأولمبي اللي اتحقق قبل كده إنجاز معاه في مراحل سابقة مع ميكالي في أولمبياد باريس دي كانت يعني تفاصيل مهمة جدا بنوضع لحضراتكم النهاردة التريند هيكون فيه ولكن طبعا في الكواليس والتفاصيل هتسمعوا أخبار جديدة بإذن الله عموما خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم عايز حضراتكم توجهوا رسالة لنجوم الأهلي قبل موقعة ومواجهة استاد أبيجان الكل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة اللي قدامكم هي على الشاشة صفحة الفيسبوك والانستجرام وعلى منصة اكس وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من رسائلكم لنجوم الأهلي وأتمنى بإذن الله تكون كلها رسائل إيجابية في هذه المرحلة الهمة جدا لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الفريق استأنف تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيجان وكمان غدا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيجان وفي التريند العالمي سام مرسي لن أتواجد مع المنتخب تحت قيادة حسام حسن تصرحات مهمة النهاردة لسام مرسي في العديد من الصحف الإنجليزية وكان هناك أيضا حسب ما قرأت قبل مدخل الحلقة رد وتصريحات من جهاز المنتخب عبر القاهرة 24 عموما نتمنى الاستقرار والتوفيل لمنتخبنا في المرحلة القادمة خاصة بعد ضمان التأهل والمشاركة في نهايات كأس الأمم في المغرب ديسمبر 20-25 نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة استئناف مباراة الأسبوع الثالث من الدور العام في مباراة بدأت حوالي الساعة خمسة الإسماعيلي مع بترجيت على السادة الإسماعيلية ما زالت تعادل السلبي بين الفريقين 0-0 ساعة 8 حرس الحدود هيستضيف سيراميكا كيليو باترا ومودرن سبورت هيستضيف زد نروح للبريمير ليج الدور الإنجليزي ومباراة ساوس هامبتون مع ليفربول وتقدم ليفربول على ساوس هامبتون مع ختام الشوت الثاني بسلسة أهداف مقابل هدفين وهدف عالمي للنجم المصري محمد صلاح ستة ونص في مباراة ما بين إبسوشتاون مع منشستر يونيتد أكيد ممكن تكون مباراة تحصيلها يعني مباراة مضمونة لمنشستر يونيتد وإن كان البريمير ليج دايما فيه مفاجآت الدور الإسباني والساعة سبعة ونص لجانس هيستضيف ريال مدريد وعشرة أتليتكو بالباو هيستضيف ريال سوسيدان الدور الإيطالي نابولي هيستضيف روما الساعة سبعة ولاتسيو هيستضيف بلونيا الساعة العشرة الأرب مشاهدة ممتعة لكل السادة المتابعين والمهتمين بالتأكيد بقرة القدم سواء المحلية أو حتى الأوروبية دلوقتي احنا موعدنا مع فاكرة توب نيوز وعندي مجموعة من الأخبار العام نسمع ونركز في اللي جاي عشان اللي جاي فيه أخبار أكيد محتاجين نتكلم فيها مع جمهورنا في كل مكان أول حاجة برنامج التريند وقناة الأهلي بتطمن حضراتكم على حالة وسام أبو علي ده بداية ليه؟ إذا كان الإعلام لم يستطع في الحصول على أي معلومة تخص مهاجم النادي الأهلي هتلاقي الاكتهدات كتير وإحنا من دي ون قلنا لحضراتكم أول ما الناس اكتهدت وقالت لقوا على طول حتى اللعب وقتما كانش لسا وصل القاهرة إلحق ده وسام أبو علي عند إصابة في الرجبة تلع الموضوع لما هنا نفيناه وقلنا جماعة ما فيش حاجة اسمها إصابة في الرجبة إصابة وسام مشت القدم في إصابة بإذن لاتكم بسيطة لما يجري الأشعة والناس تطمن عليه فأول حاجة كانت أول حاجة على السوشيال ميديا إلحق إصابة في الرجبة فقلنا لكم ما فيش إصابة في الرجبة فبيتالي احنا هنا ما بنقولش إلا الحقيقة ما فيش حاجة تستيقل نحنا نخبيها على حضراتكم ولكن لما تبص على فرق منافسة بتلاقي مثلا إصابة نجوم ما بيتقلش التشخيص أو الإصابة أو المدة واللعاب ممكن يقعد أسبوع واثنين وثلاثة ويرجع والناس تشوف في الملعب والموضوع بيعد عادي دايما بحس أو بنشوف إحنا حتى كلنا إن فيه استرس أكتر على الجهاز الطبي وعلى الجهاز الفني لأنه ضروري إنه يعلن نتيجة الإصابة أو نتيجة الأشعة أو مدة الغياب قد إيه ما يمكن الجهاز الفني ليه فلسفة معينة إنه ما يعلنش مدة الغياب قد إيه يشوف اللعب مدى قابلية التأهيل الفترة اللي جاية وجهازيته المباراة ممكن يقول لك غايب إسبوعين ويرجع بعد إسبوع ممكن يقول لك غايب شهر ويرجع بعد عشر أيام ليه؟ هو أكتر حد حريص على جهازيت وسامة الجهاز الطبي والجهاز الفني هم أكتر ناس حريصين جدا ولكن هل الجهاز الطبي أعنى إصابته هتاخد قد إيه؟ لا ما أعلنش هو حاليا اللاعب بيشارك في البرنامج التأهيلي والنهاردة كان موجود في ملعب التتش بيشارك في البرنامج التأهيلي ولكن نقدر نقول إنه وسام هيغيب شهر؟ لا طبعا أنت تتكلم ماتش الاتحاد ما شاركش فيه ماتش استاد أبيت جان بنسبة كبيرة مش موجود فيه والجهاز الطبي بيحاول يجهز وسام لأول ديسمبر إذا ملحقش على أقل رحلة جنوب أفريقيا بإذن الله وسام أبو علي موجود في بطولة انتر كونتنينتا مع الفريق الموضوع مش هيوصل لكده كمان يعني لكن الناس طيب هتقولك ده هيغيب شهرين ده هيغيب تلاتة ده كان مصفر رجبة ووضح إنه فيه مشكلة ليه مشكلة؟ موضوع بسيط جدا آه الإعلام دايماً بيبقى عايز المعلومة وعايز يوصل للمعلومة وفيه ناس بتحاول تكتاهد وفيه ناس عايزة تعمل صبق صحفي أو إعلامي ولكن ما يبقاش على حساب جمهور الأهل ما يبقاش على حساب إنك تعمل تريند عشان الناس تشوفك أو الناس تتفرج طلح ناس قالت بعد إصابة الرجبة ده شرخ مين قال رجبة ومين قال شرخ ما يمكن فيه حاجة في مشت القدم ممكن يكون فيها إجهاد معين في شازية أو في إصابة معينة وبسيطة فبطمن حضراتكم من خلال برنامج التريند بطمنكم حالة وسام الجهاز الطبي بيتعامل معها وبإذن الله يكون جاهز قريب جداً خلال الفترة اللي جاية الناس تقول لك لأ ده مش هيرجع إلا على يناير والله العظيم أنا بقالك كد لحضراتكم إذا ملحيش حتى ماتش أورلاندو بيرس وأنا بقال لكم ده إذا يعني وده مش هيحصل إن شاء الله هيكون موجود في بطولة قطر مفيش أبعد من كده والكامل اللي بيتقال بس الجهاز الطبي بيتعامل بحرص كبير جداً مع الجهاز الفني طيب النهاردة في التدريب الصباحي عمر كامال عبدالواحد شارك في المران مفيش أي مشكلة ياسر إبراهيم شارك في المران أشرف داري النهاردة بدأ تدريبات الكرة في ملعب التتش أشرف داري الناس كابتقول لك نصابة مزمنة هيغيب شهرين هيغيب ثلاثة النهاردة أشرف داري بدأ تدريبات الكرة في ملعب مختار التتش ومعه كمان محمد عبدالله اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين فبإذن الله إن شاء الله مفيش أي مشاكل في جهازية اللاعبين للمراحل القادمة خبر تاني معايا بكرة إن شاء الله الساعة خمسة في اجتماع فيجي كونفرنس للنادي الأهلي ووافد النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي فيفا اجتماعي الهدف منه وضع الترتيبات والإجراءات الخاصة بمراصم أرعة منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية الأرعة اللي إن شاء الله هتتعامل يوم 5 ديسمبر إن شاء الله بإذن الله بكرة الاجتماع ده هيكون الساعة خمسة بتوقيت القاهرة وبكرة يوم مشحون كبير جدا في مقر النادي في الجزيرة اجتماعات فنية المطش استاد أبيجان اجتماع مع الفيفا فاجتماع بكرة ده مهم جدا عشان التحضير للترتيبات الخاصة بمراصم الأرعة بالمناسبة يمكن طبعا شايفين على الشاشة يمكن ده وفد الآل في الاجتماع اللي اتعامل الأسبوع الماضي مع وفد الفيفا أيضا ولكن عشان بطولة قطر وعيضا كمان حسب معلوماتي وممكن من مصادرنا في الفيفا بقرة كمان هيبقى فيه اجتماع لوافد ريال مدريد من خلال اجتماعه مع الاتحاد الدولي بشأن التحضير لمونديال الأندي احنا بنجيب لكم الصور على فكرة لاجتماعات الفرق اللي برا حصرية على شاشة الأهل ليه؟ لما بنقول الأهل ولا نقول ريال مدريد ونقول الستي الناس تعرف احنا وصلنا لأي مستوى وأي ليفل الأهل بلعب فيه دلوقتي اي نعم للأسف محدش في الألم بيهتم بالتفاصيل دي بيروح للخناءات والكلام الفاضي ولكن احنا هنا حرسين نقدم لحضراتكم نوريكم الأهل وصل لأي مرحلة من هذه المراحل الكبيرة كمان عايز أأكد لحضراتكم كل الكلام اللي تقال على جواز مونديال الأنداف أمريكا 18 مليون 25 مليون 40 مليون كل الكلام ده عاري تمام من الصحة حتى الآن الفيفا لم يرسل أي منشور أو أي خطاب رسمي بيتكلم على جواز أو مكافئات مونديال الأنداف في الورد المتحدة الأمريكية تليجراف بتجتهد الناس كلها بتجتهد كل الناس تجتهد ما فيش مشكلة ولكن تفاصيل رسمية لا أنا كان عندي معلومة قلتها بل كده إن جواز الفيفا اللي مناحتها للمنتخبات في قطر 9 مليون دولار نظير المشاركة دي وصلتلي من مصادر في الفيفا ولكن أقولت حضر لكم مصادر وليست معلومات لكن المعلومة الرسمية لغاية اللحظة دي الأهلي لم يتلقى أي تفاصيل عن مراسم القرعة كتصنيف ولا كمان جوائز الأندية اللي هتشارك فيه مونديال الأندية في أمريكا ولكن عايز أأكد لحضراتكم إن الفيفا بيحضر لمفجأة في مراسم القرعة طبيعتها إيه؟ تفاصيلها إيه؟ إيه الفكرة بتاعتها؟ لسه ما عندش تفاصيلها بس من مصادرنا وده خاص للترند إن الفيفا بيحضر لمفجأة على هامش مراسم قرعة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية هل مفجأة في الحضور؟ هل مفجأة في من سيسحب قرعة البطولة؟ كل ده أكيد تفاصيل هنستنى ونعرفها بس لو عرفناها قبل القرعة أكيد مش هنخبئها على حضراتكم ولكن لكم كل تفاصيلها في الفترة اللي جاي دي كانت أبرز الأخبار اللي عايز أبدأ بها النهاردة فقرة التوب نيوز لسه عندي مزيد من التفاصيل والأخبار ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد بالتأكيد فقرة تريند التريند فيها مجموعة من الأخبار الهمة جدا اللي جمهور الأهلي محتاج يتطمن بيها على أخبار النادي أخبار الفريق إيه اللي جاي خلال الفترة اللي جاية طبعا بمئن مباراة الأهلي وأستاذ أبيت جانا هتكون موعدها يوم الثلاثاء الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على أستاذ القاهرة الدولي فغدا إن شاء الله الساعة 2 الظهر الاجتماع الفني لفريقي الأهلي وأستاذ أبيت جان بوجود مراقبة المباراة وطاقم التحكيم الجابوني اللي هيدير هذا اللقاء في مقر النادي بالجزيرة هيكون الاجتماع الفني الساعة 2 الظهر لاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة الخاصة باللقاء الزي الخاص لكل فريق موعد وصول الفريقين إلى أستاذ القاهرة في إجراءات أمنية للتحاد الإفريقي وضحك دوابط لدور أبطال إفريقيا في الفترة اللي جاية فكل ده هيتنفذ من خلال الإرشادات اللي هتتم بقر بإذن الله في الاجتماع الفني كمان بقر إن شاء الله المؤتمر الصحفي لفريق النادي الآلة هيكون المؤتمر الساعة 12 ونص في قاعة المؤتمرات الصحفية في أستاذ القاهرة اللي الدولي بحضور مرس الكولر المدير الفني لفريق النادي الآلة وكمان أحد لاعبي الفريق اللي بيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني عشان يتواجد في المؤتمر الصحفي للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بدور أبطال إفريقيا وهذه المواجهة الهمة جدا لفريق النادي الآلة فبقر المؤتمر الصحفي يكون الساعة 12 ونص الضهر بإذن الله في قاعة المؤتمرات الصحفية في أستاذ القاهرة الدولي طيب أكيد في ظل التعادل الأخير مع الاتحاد السكندري ناس كتيرة بتسأل بالطبع في ظل غياب وسام أبو علي ممكن بعد الأداء اللي ظهر به الفريق في لقاء الاتحاد السكندري يبدأ مرسل كولر بطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة شناوي بالتأكيد مستمر في حراسة المرمى خط الدفاع ممكن تلاقي ياسر إبراهيم ما كان خالد عبد الفتاح فبذلوات بتتكلم على تعديلين وارد جدا يجريهم مرسل كولر خالد عبد الفتاح ما يبدأش يبدأ بياسر إبراهيم اللي النهاردة كان متواجد واتطمنا عليه في المران الجماعي عمر كمال عبد الواحد موجود كمان هل ممكن يدخل أقرم توفيفة في نص الملعب أم لا ولكن مؤكد أن مران عطية هيكون موجود في التشكيلة الأساسية الجهاز الفني فضل أن يرياحه مطش الاتحاد رغم أن كان موجود معاه على دكة البودلاء ولكن فضل أنه ما يبدأش به اللقاء وما يلعبش مطش الاتحاد عشان يكون جاهز على مباراة استاد أبي جان فيه إمكانية لو بدأت بطاهر راس حربة يدخل بيرسيتاو مع حسين الشحات من بداية اللقاء فوارد جدا نشوف تعديلات على تشكيلة الأهلي في مباراة استاد أبي جان طيب هل التحضير هيكل لموجود استاد أبي جان بس لا أنت بتحضر للستاد أبي جان وبيتجاهز كمان كأمور لوجستية عشان التحضير لموجود أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر 7-12 في جوهانيس بيرك الآن ليس هلعب في بريتوريا هيلعب في العاصمة طبعا هي العاصمة الاقتصادية والإدارية وكل حاجة بريتوريا دلوقتي ولكن الآن هيلعب فيه جوهانيس بيرك مباراةه مع هيرلاندو بايرتس يوم 7-12 وحسب معلوماتنا أن الكابتن سامي أمصان هيسبق البعثة من 24 إلى 48 ساعة للتحضير لكافة الأمور المتعلقة بتفاصيل الإقامة وملعب التدريب وكافة الترتيبات اللي ممكن الجهاز الفني محتاج يشتغل عليها قبل ما يصل إلى جنوب إفريقيا أعتقد ممكن تكون 48 ساعة قبل وصول البعثة يعني جزء مهم جدا عشان الفريق يستعد لهذه المواجهة الهمة جدا اللي هتبقى صعبة جدا أورلاندو بايرتس عامل نتائج إيجابية في دور جنوب إفريقيا المباراة الساعة 3 العاصر في جوهانيس بيرك 3 العاصر في جوهانيس بيرك ما تاخداش قياس على بريتوريا الأجواء في بريتوريا مختلفة نقص الأكسوجين في بريتوريا مختلف تماما عن الأجواء في جوهانيس بيرك فبإذن الله الأمور تكون جيدة والأجواء مناسبة جدا لأداء الفريق في هذا اللقاء طيب بالمناسبة كمان أستاذ القاهرة مؤكد هاي صديف مباراة الأهل والأستاذ أبي جان الناس كتاب بتسأل أستاذ القاهرة مش متاح دلوقتي الأهل يلعب مع الاتحاد في أستاذ السلام هل الأستاذ ممكن ما يكونش متاح لا أستاذ القاهرة جاهز أنا تواصلت مع المسؤولين في الكاف أكدونا أن من عشر أيام مبرم من خلال الاتفاقيات أن أستاذ القاهرة هيكون ملعب الأهلي في كل لقاءات دوري أبطال إفريقيا يعني ما فيش أي تعديل على أي مباراة للأهلي في أستاذ القاهرة ثلاث مباريات مع أستاذ أبي جان مع شباب بولوزداد حتى بعد العودة من قطر هيكون على أستاذ القاهرة والموعد المخترح 22 ديسمبر والمباراة الأخيرة بإذن الله مع أورلاندو باريتس أيضاً هتكون على أستاذ القاهرة ويمكن حسب معلوماتنا وقلنا الكلام ده قبل كده كولر عايز يلعب كل المباراة دي في أستاذ القاهرة الساعة 6 مساء ما يلعبش الساعة 9 مساء طيب هروح بقى الملف تاني مهم جداً لا علاقة بكلام كتير بيتقال من بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بصوا لو الناس بتجتهد هنقول ماشي الناس بتحاول توصل لمعلومة وناس مش عارفة توصل لمعلومة فالبعض بيجتهد ولكن أكتر حاجة تزع عني أن الناس بتجتهد بناء على وجهات نظر يعني أنا مثلاً شايف دي مش ضرب الجزاء فأنا من نفس أقول دي مش ضرب الجزاء أو أنا شايف أنها ضرب الجزاء فأقول أنها ضرب الجزاء ولصق الكلام ده بتصريحات على لسان اللجنة ولصق التصريحات دي أو الكلام ده أو التفكير اللي أنا أفكره ده وكأنه على لسان اللجنة يعني حاجة أنا سمعتها واستغربت منها برنامج واثنين وتلاتة طلعوا وأعلنوا أن لجنة الحكام فيها انقسام على تحليل لعبة ضرب الجزاء اللي الاتحاد السكندر بيطالب بيها في مباراته مع الآله نتيجة أن القرى لمست يد يحيي عطوية الله ده أول حاجة اتقال لك انقسام هو اللجنة كلها بعدها تلاتة منهم اتنين بيتكلموا فني والتالت بيشتغل إداري ففين الانقسام مش موجود رأي تاني اتقال في برنامج مش رأي خبير تحكيمي أنا بتكلم على أخبار بيقولها مقدم البرامج الزملاء العزاء اتقال لك لجنة الحكام أجمعت على أن الاتحاد السكندري ليه رقل الجزاء في مباراته مع الأهل نتيجة أن القرى لمست يد يحيي عطوية الله عارف أنت الناس لما بتجزم بحاجة وأنا تأكدت أن الحاجة ده من السليمة بقى مستغرب جدا ليه قصة أنت لو هتسأل اللجنة وهتتأكد حاجة من الاتنين يطروح لكابتن ياسر عبد الرعوف يتسأل الكابتن تامير دوري بس هم الاتنين المختصين بالأمور الفنية محاضر ومحاضر محاضر إفريقي ومحاضر دولي رئيس لجنة الحكام والمسؤول عن تقنية الفار كابتن توفيه السيد لي دوري إداري وكان مدير معسكر الحكام قبل انطلاق الدولي إداري بحث ما بتكلمش في أي فنيات كابتن توفيه السيد مش محاضر فما بتكلمش في فنيات خالص لأنه برضو لقيت برنامج لزميل بيقول الكابتن توفيه السيد بيقول وبقى هنا الرد للكابتن توفيه مش ليه نحن هو بيقول تصريحات على لسان كابتن توفيه بس هالغاية دوليات ما شفتش نافي من الكابتن توفيه بيقول لك لا بتهي يا عطوة الله تمشي كده وتمشي كده يعني لو تحسبت ضرب الجزاء تبقى صح ولو ما تحسبتش ضرب الجزاء برضو تبقى صح طبعا ده في التحكيم وفي الفنيات لما بتكلم في الفنيات لازم اروح لاتنين كابتن ياسر رئيس اللجنة والكابتن تامر دوري المسؤول عن تقنية الفار فبداية كده ودي معلومة للترند لجنة الحكام لم تعلن موقفها لأي وسيلة إعلامية بشان لعبة مطش الأهلي والاتحاد السكندري الترند بينفي كل ما تردد عن إعلان لجنة الحكام موقفها أو حقية الاتحاد فراق للجزاء انا بأكد لحضراتكم ده ما حصلش أزدكم من الشعر بيت حسب معلوماتي إن اللجنة بعد نهاية مباراة الأسبوع الثالث النهاردة هتطلع بكرة بعد ما تعمل اجتماع فني مع الحكام وتشرح حسب مقالة أول ما تم تعيين اللجنة إن هي هتشرح الحالات الجدلية صوت وصورة وعندهم محادسة الفار اللي برضو للأسف البعض طلع شرح المحادسات بشكل خاطئ طب اللجنة هتقول راكل الجزاء ولا مش راكل الجزاء ما الناس ممكن تقولي ما انت هتقول رأي ممكن متوفق مع رأي كل الأهلوية وتلصقوا باللجنة لو اللجنة ما قالتش الكلام ده طب احنا هنستنى ونشوف اللجنة لما تطلع هتقول ايه وانا هو وانت هو وهتشوف اللجنة هتطلع تقول إن اللعبة دي ما كانتش راكل الجزاء عارفين ليه لأن فيه اعتبارات واللجنة مقتنعة بالاعتبارات اللي الكل أدمع عليها كخبراء التحكيم برا مصر سواء في العالم العربي او في اوروبا تلعى خبير تحكيم انجليزي قال مش راكل الجزاء تلعى خبير تحكيم انجليزي ارجنتيني قال مش راكل الجزاء تلعى كابتن جمال الشريف خبير تحكيمي عربي قال مش راكل الجزاء وقاله باعتباراته وهنا بقى الفرق ما بين لما واحد بيطلع يحلل حالة تحكيمية وبيقولها بالاعتبارات واحد بيقولك لا دي لمسة يد ضرب الجزاء مش اي لمسة يد تبقى ركل الجزاء ومش أي حكم سابق يبقى خبير تحكيمي ومش أي واحد صفر في الملعب يتقلع عليه خبير تحكيمي للمرة التانية مش عايز أحرج ناس وعقول أسماء ملاش علاقة بالفنيات مش محاضرين يعني مش محاضرين مش معلن أنت حكمت وصفرت في الملعب يتقلع عليك محاضر محاضر يبقى أنت بتكمل وبتدرس وبتاخد شهادات زي ما نتكلم مع المدربين يعني معها ليسنز أنت لعبته كورة بس ينفع تدرب؟ لا ليه؟ لازم تاخد شهادات تدريبية معينة A و B و C وبروفيشنل عشان تبقى يتقلع عليك مدرب محترف نفس الأمر بالنسبة للحكم لازم تعتمد في الاتحاد الإفريقي لازم تعتمد في الاتحاد الدولي عدد المحاضرين في مصر في الجزئيات دي ما يكملوش 4-5 بس فيه 10 بتطلع يحللو مع كامل احترام للعشر بس فيه ناس بتطلع هم المحاضرين في اللعبة دي للأسف الكل تكلم على القانون القديم من غير التعديلات الجديدة إيه يا التعديلات؟ لما كورة تبقى طببة من الأرض وده شرح هناك كابتن ناصر عباس وأكتر من خبير تحكيم يتكلم فيه قبل كده كورة طببة من الأرض جاية بشكل فجائي بالنسبة لللاعب لمست سدره جات في إيده وبيلم إيده الورى مش بيوجه إيده للمرمى تفري كتير وده اللي شرحوا الكابتن جمال الشريف ومحمد صلاح عبد الفتاح والكابتن ناصر عباس وكل خبيرات تحكيم المحاضرين اللي درسين وعارفين التعديلات وأنا مستني كابتن تامر دوري والكابتن ناصر عبد الرقوف يطلعوا الحالة جادرية دي ويشرحوها للناس لأن مهم جدا الناس تعرف التعديلات والقانون بيقول إيه لأن للأسف لما بتطلع ناس تقول معلومات غلط بتعمل بلبلة في الرأي العام زي البلبلة اللي حصلت مثلا في لعبة ما فيهاش جدال لا بتحسين الشحات ضرب الجزاء ضرب الجزاء قعد الزملاء طلع قالك إيه قالك أصلي وقال الفرحان بيقول ده بقى إيه كلام محادثات الفار وقال الفرحان قال لمحمد معروف تعالى أنا عندي احتمالية ركل الجزاء فمحمد معروف قال له ده الكرة من برّة فوقي الفرحان قال له لا ده الكرة من جوة والله العظيم المحادثة ما فيها الكلام ده أصلا المحادسة ما فيهاش الكلام ده أصلا ومش أقول المحادسة فيها إيه لأن التفاصيل دي أكيد اللجنة هستنى تعلينها وتقولها لأن محمد معروف لما بحسبش ضرب الجزاء اعتبر اللعبة حاجة تانية خالص لكن لما حكم الفار أمبل هوموركي بتاعه صح وشاف اللعبة وجاب الزوايا ضرب الجزاء بنسبة 100% وما فيهاش يعني أي نقاش النهاردة بالمناسبة في مباراة ليفرتبول وساوس هامبتون نفس اللعبة نفس اللعبة في نفس المكان بالزبطة هي قدامكم على الشاشة على خط منطقة الجزاء وتحسبت ضرب الجزاء قادي صورة تبقى لكم الاحتكاك فين بصوا على الخط فين يقول لك ايه ما هي القرى بعيدة أسلق ديه بر أسلق ليه جوه بص المكان اللي حصل فيه الكونتاكت اللي هو بتاعه الاحتكاك ساعتها كان فين نفس لعبة حسين الشحات وتحسبت ضرب الجزاء دي زي ضرب الجزاء اللي تحسبت لحسين الشحات بالمناسبة كابتل محمد معروف حسب معلوماتنا يعني ممكن يكون اعتقد ان لعب الاتحاد سيكندرية ولا لعب الكورة بس لما راح بص على شاشة الفار لقى فعلا ان فيه اعاق فحسب ضرب الجزاء الامور كشفة وواضحة وبلاش حد يلعب في الحالات التحكمية لان الحالات التحكمية بتتشرح بناء الاعتبارات عندك اعتبار قانوني بالتعديلات بالقوانين قولوا ما عندكش بلاش نفتي مش عني بقى احنا يعني اللي جبنا مش عارف ايه من اللي فين عشان يبقى احنا قلنا اللعبة دي راكل الجزاء او مش راكل الجزاء اشرحوا القوانين والتعديلات والاعتبارات بشكل سليم لان المشهد ببقاش حالو يجي لك حد من انجلترا يقول لك عكس اللي انت بتقوله يجي لك حد من الارجنطين يقول لك عكس اللي انت بتقوله يجي لك جمال الشريف كل مرة يقول لك عكس اللي انت بتقوله مش معقولة يعني ناس كلها بره غلط وانتوا هنا لصح فيه ناس كتبتحكم بيتعمل مشاكل تحكمية فلما تبطل لازم مهم جدا تذاكر وتدرس عشان تشتغل وتطلع تحلل حالات صح ورسايل لكل الزملاء ما تجيبش اي حد يحلل حالة تحكمية اللي ما يكون خبير محاضر بجد مش اي حد يحلل حالة تحكمية عموما دي كانت تفاصيل مهمة جدا المتعلقة بالحالة اللي البعض اعتبرها جدلية وهي معروفة انها لرقل الجزاء ولا حاجة وهستنى اللجنة لما تعلن رأيها الفني في مثل هذه الحالات بعد الاجتماع الفني اللي هيتعمل بعد نهاية الاسبوع الثالث عموما كمان النهاردة وحنا بنتكلم على جأس فيفا انتر كونتيننتل كنا دايما بنقول خبر بنقول كواليس بنقول تفاصيل النهاردة احنا قلنا نغير شوية ونلتقي بالارجوياني جولارامو المادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي بيتحدث فقط وحصريا لبرنامج التريند عشان يتكلم عن المواجهة المرتقبة مع بطل امريكا الجنوبية الكوبا ليبرتادوريس امكانية مواجهة الاهل يوم 14 ديسمبر على ملعب 974 كيف يرى هذه المواجهة مع بطل افريقيا اخر المعلومات اللي عنده عن مرسل كولر وفريق النادي الاهلي متى يسافر فريق باتشوكا المكسيكي الى قطر التحضير لمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية نطلع نتابع كل هذه التفاصيل من خلال تصريحات خاصة وحصرية لمدرب باتشوكا المكسيكي جولبيردو المادا عبر برنامج التريند مساء الخير انه لسعادة وشرف لي التواجد معكم وان اشارك هذه اللحظة وسوف اراكم بالتأكيد قريبا جدا في الصرح الرياضي بطولة الانتر كونتينينتل نحن حاليا نستعد من خلال التدريبات ونخوض مباراة ودية لان الدور المكسيكي قد انتهى والتحضير لمواجهة بطل البرازيل اولوية حاليا بالنسبة لنا اللعب في بطولة الانتر كونتينينتل هو الامر الاكثر تقديرا في العالم وخاصة امام خصم معقد جدا مثل اتليت كومينيرو او بوتافوغو بسبب جودة اللاعبين التي لدى الفريقين بالنسبة لموعد الصفر بداية من 6 ديسمبر سنتواجد في قطر لكي نستعد للمباراة الاولى وامل ان يحالفنا الحظ امام خصم كما قلت معقد جدا سواء كان اتليت كومينيرو او بوتافوغو بخصوص ايهم افضل اتليت كومينيرو او بوتافوغو لا ليس لدينا امكانية التنبؤ هي اشياء تأتي في طريقنا ولكننا سنترك بصمتنا في هذه البطولة هما فريقان لديهما جودة عالية ولاعبين زو خبرة وقدرات مختلفة ولكنها ستكون مواجهة معقدة وصعبة للغاية في طريق باتشوكا من اجل التخلص من عقبة بطل امريكا الجنوبية هدفنا هو مواجهة بطل امريكا الجنوبية منذ البداية سواء كان بوتافوغو او اتليت كومينيرو وبعد ذلك بالتأكيد اذا حققنا الهدف الذي سيكون صعب جدا ومعقد كما قلت سوف نفكر في الاهلي الذي يعتبر هو الآخر خصم قوي جدا ولديه لاعبين جيدين ومدرب رائع مثل كولر الذي قام بعمل ممتاز واصبح بطلا وقد امتلك عدة مفاتيح للاطاحة بفريق العين الاماراتي لذلك بالنسبة لنا اعود لأشدد على ان هدفنا الاول ان يحالفنا الحظ يوم الحادي عشر من ديسمبر امام بطل امريكا الجنوبية فيه مهمة صعبة جدا ولكن بالتأكيد اذا حالفنا الحظ سيكون امرا معقدا ايضا ينتظرنا امام الاهلي لان الاهلي لديه لاعبين جيدين جدا ومدرب عظيم وكفاءة في اللعب الجماعي لذلك ستكون عقبة كبيرة للغاية اذا واجهناهم لكنني لا احب استباق الاحداث واتمنى ان يحالفنا الحظ في مواجهة بطل امريكا الجنوبية وتقديم كل ما لدينا في الملعب حسنا اعود لأكرر ان الاهلي لديه لاعبين جيدين جدا ومدرب كبير ويلعب بشكل رائع وبالفعل لدينا سابقة مع الاهلي عندما واجهناه في اليابان وكان في ذلك التوقيت خصم صعب للغاية ايضا لا اعتقد ان المباراة امام الاهلي ستكون اخذا بالثقر لان الموقف مختلف بلاعبين اخرين ومدربين مختلفين ولذا اذا استطعنا الوصول الى هذه المباراة فسوف نقوم بازهار كل ما لدينا وسنلعب بشكل افضل من الخصم لدينا لاعبون جيدون في تشكيلة باتشوكا المغربي اسامة ادريسي لاعب مهم جدا لنا واضف دعم كبير للغاية للفريق وكان مهم للغاية عندما اصبحنا ابطالا امام خصم عنيد للغاية في بطولة الكونكا كاف وهو يحترم الخصم جيدا ولاعب كرة قدم من الطراز العالي وقد ساهم كثيرا في طريقة لعبنا بخصوص امكانية تحقيق لقب كأس العالم للاندية بشكله الجديد حسنا هناك فرق معقدة جدا في المونديال فرق صعبة كما هو الحال في كأس الانتر كونتينينتال مثل ريال مادريد ومنشستر سيتي وهناك العديد من الفرق من جميع انحاء العالم لديها جودة كبيرة وسنذهب الى المونديال بشغفنا واملنا لقد اصبحنا ابطالا في بطولة مثل الكونكا كاف وهي بطولة صعبة للغاية ومعقدة لما بها من فرق ذات كفاءة كبيرة فهناك ميسي وسواريز وفي المكسيك هناك انياك لاعب كروز ازول الذي اصبح بطلا للمكسيك ودائما بنفس التواضع والعمل والثقة فيما نقوم به نحاول ان نخرج ابطالا في كل المباريات ولذلك سنكافح ولكن ما يدور في رأسنا الان هو بطولة الانتر كونتيننتل وسنرى ما هي الامكانيات المتاحة لدينا لكي ننافس على اللقب امام هؤلاء الخصوم الذين لديهم جودة كبيرة كما قلت من قبل تصرحات مهمة جدا للمدير الفني لفريق ابطشوكا المكسيكي الارجوياني جيلو مارو الميدا وكلام مهم جدا على النادي الاهل الرجل بيتكلم على الاهل بشكل كويس جدا وبيتكلم على كولر وان الاهل عنده لعبين جيدين وان حتى فكرة الثقر القرى ونتيجة الخسارة اللي حصلت في اليابان ممكن من طرف الاهل قالك مش هتبقى موجودة خلاص الاهل جيل جديد مجموعة جديدة كل مباراة وحسب ظروفها وفجئنا بوجود لعب مغربي موجود في صفوف الفريق اسامة ادريسي فأكيد بإذن الله هتكون مواجهة طيبة اذا نجح في تخطي يعني مباراة يوم 11 ديسمبر امام أكليت كومينيرو او بتفوجه الفاز منهما يوم 30 نوفمبر الجاري على استاد بيونيس ايرس في الارجنتين وعرفنا ان باتشوكا مسافر يوم 6 عشان يلعب يوم 11 والاهل ان شاء الله يسافر يوم 10 زي ما قلنا لحضراتكم وبإذن الله زي ما انتم عارفين طالما الاهل يسافر 10 اكيد عشان يحضر المباراة يوم 11 ويتابع فريق باتشوكا المكسيكي عن قرب عشان يستعد لأي فريق سيتأهل سواء الفريقين من البرازيل او حتى الفريق المكسيكي في اللقاء المنتظر على ملعب 9-7-4 يوم 14 ديسمبر ده كان لقاء مهم جدا خاص وحصري لبرنامج التريند نخرج الى فاصل وبعد الفاصل الفقر الحورية مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن امير عبد الحمير بعد الفاصل في حوار هام جدا عن النادي الاهلي والقرى المصرية ومنتخبات الناشئين والشباب في الفترة الاخيرة اهلا بحضراتكم من جديد والفقر الحورية مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي سطروا تاريخ كبير جدا في الفترة كانت تاريخية داخل النادي الاهلي معي ومعكم على الهواء مباشرة مش اقول ضيف هو في بيته هنا كابتن امير عبد الحمير حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى منتخب الناشئين موليد 2009 كابتن امير من نور الدنيا حبيبي يا محمد يعني شكرا على الكلام الحلو ده وانا سعيد ان انا معك طبعا وفي بيتي قناة النادي الاهلي ببقى سعيد جدا وانا موجود ومبروك على البرنامج وبالتوفيق للنادي الاهلي دايما في كل شيء يعني النادي الاهلي طبعا سباق والنادي الاهلي دايما يعني في المقدمة دايما وبأتمنى التوفيق يا رب اللي ندي الاهلي دايما على طول يا رب بإذن الله والتوفيق لك كمان ما عايز لكم بارح بأكلم الكابتن امير وبنزبط مع بعض كده ظروف الحلقة والتفاصيل لقيته في ماتش وبتفرج على ماتش قلط له ايه ده بتعمله ويقلب بنستعد عندنا معسكرات جيل 2009 عنده مباريات وبطولات حتى لو بعد سنة بس شغالين من دلوقتي شو أولت نشاط الله أكبر حبيبي يا حمام طبعا يعني انبارح كان عنده فيه ماتش الزد واسموحة يمكن كابتن حسين عبداللطيف هو المدير الفني معنا يعني مدربين المحترمين جدا والشخصيات المحترمة جدا وكابتن عبدالطار صبري نفس القصة وكابتن كريم أيمن اللي هو أنا شايفه من جهة نظري المستقبل اللي جاي من ثقافة وفن وعلم وحاجات كتيرة جدا يعني ان شاء الله جهاز فني على أعلى المستوى مبارح كابتن حسين طبعا كان هو موزعنا ان احنا نروح نتفرج كابتن عبدالطار في ماتش وكابتن كريم في ماتش وانا في ماتش فعلى أساس ان احنا نعمل قاعدة كبيرة جدا يمكن خلي بالك انا شوف انا بكلمك على زد واسموحة لكن احنا بنسافر بنروح نشوف اللي هو دوري محترفين 2009 طنطة محلة دميات بنروح عشان نعمل قاعدة لان طبعا بعد المشكلة الأخيرة بتاعة الموضوع التسنين والحاجات دي كلها دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لنا هي بتبقى ميزة للأندية يعني النادي طبعا بما اصلحته ان فيه ناس مسننة بيكسب 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 معاه بالظبط لكن انت كمستقبل للولاد في مصر هو والآخره لا طبعا الحمد لله كابتن حسين عاملين استراتيجية ومعنا كابتن علاء نبيل طبعا المدير فن المنتخبات وبرضه عامل استراتيجية كبيرة ومركز جدا في موضوع التسنين وفيه تطور كبير انشاء دار الفترة الجاية فلازم نعمل قادة يعني انا من نسبالي مثلا اخترت حوالي 10-12 حارس مرمى من درجة تانية من تالتة من الناس اللي هي في الدورة الجمهورية فده طبعا على اساس ان انت لما نيجي نبدأ نبدأ بداية قوية ويبقى عندنا فرقتين تلاتة موجودين بحيث ان انت لو حد ويع منك يبقى انت عامل استعداد للولاد التانين وفيه جيل كويس عندنا لعيبة كويسة جدا على مستوى فيه في الناد اهلي وناد الزمالك والمقاولين وزد وفيوتشار وبرومنت مش عايز ان سأل عنديها طبعا كتير جدا وسافرنا بورسعيد ان شاء الله الاسبوع اللي جاي كمان يعني كان فيه توقف للدوري الجمهورية 2009 فان شاء الله عندنا هنروح نتفرج على مناطق اسكندرية ومناطق بورسعيد والاهلية وهنعود يعني فيه كماتش نتفرج عليه ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله حسين عبدالطيف عبدالطار صبري أمير عبدالحميد ولكن في النص معكم كريم أيمن يبدو ان حتى كابتن علاج نبيل بيشتعل فكرة تكويني للمنتخبات بناس لعيبة كورة خبرات ودراسات صح صح كده مزبوط طبعا كابتن حسين غني عن التعريف كبير طبعا في نادي الزمالك ومنتخبنا الشخصات المحترمة جدا والناس اللي هي يعني عندها خبرة كبيرة جدا كابتن عبدالطار صوري طبعا نجاني عن التعريف لكن الحتة بتاعت كريم أيمن كابتن كريم أيمن أنا شاهد في نجلة ناظري ان هو يعني مستقبل اللي جاي ولسه النهاردة كان عنده ليسن كمان بياخدها وما شاء الله عنده كذا ليسن أوروبا كمان من الناس اللي لديها مستقبل كبير فالحمد لله هو جهاز فني مميز وهادي بنشتغل واحدة وحدة وعلى على مهلنا وبهدوء بحيث ان احنا ان شاء الله بإذن الله نكمل مسيرة ببارك لكابتن أحمد الكاس طبعا ان هو أكيد خد بطولة شمال أفريقيا وان شاء الله مكالي يكمل ويبقى ان شاء الله بإذن الله المنتخبات معنا كابتن أسامة نبيه ماسك 2007 فبتمنى يا رب التوفيق ان شاء الله للمنتخبات الفترة الجاي النجاح 2008 وانتوا المرحلة السينية اللي بعدها على طول بيديكوا دفعة قوية في التوقيت ده في ظل ان كانت المنتخبات دي بالمراحلة السينية دي ما كانتش الظروف مهيئة لها نتحقق اي حاجة قبل كده بالظبط يا محمد يمكن كمان كان فيه مشكلة كبيرة جدا موضوع التسيني كابتن الكاس فوجئ بحوالي عشر لعيبة التحاد الأفريقي لما عمل الموضوع الإسورة والكلام ده كله فاللعيبة ويعملنه عشرة عشرة مهمين قبل البطولة بحوالي عشر أيام ده أثر بالسلب طبعا في أول مطش مطش المغرب خسارة خمسة كتير كانت صدمة بالنسبة لنا وأكيد للكابتن الكاس لكن هو طبعا عشان هو مدرب محترم وعنده خبرة كبيرة جدا قدر يجمع النعيبة تعرف السنة ده محمد لازم مش الموضوع فاني بس الموضوع أنك أنت لازم نفسي بشكل كبير جدا جدا أنت خلاص أنا خصان خمسة المغرب مش محتاج تدريب خالص تاني يوم وأنا محتاج نوعات وتهيئة وهدو وما فيش مشكلة أولاد والدنيا هو ده اللي حصل خضر البطولة في الآخر كسب جزائر كسب تونس كسب ليبيا عمل سكور كمان على ليبيا لكن أنا بتكلم إن دي تبقى دفع قوايا كمان يمكن إحنا كمان كابتان حسين كان عنده فكرة حلوة إن احنا نروح نساند المتخب 2005 ونساند 2008 كابتان أحمد الكاس ولسه كانت أسامة طبعا عنده تجمعات الفترة الجاية كابتان أسامة نبيبة من أنه التوفيق فدي دفع قوايا بالنسبة لنا وإن شاء الله بإذن الله لأن فيه أجيال حلوة يعني جيل 7 8 لعبة كويسة جدا وعلى أعلى مستوى وليهم مستقبل كبير جدا في الفترة لسه تضمكوا سنة أعتقد صح أي بالضبط على التصفيات لسه مش محروف بقى المناطق الجورافية هتبقى فين وهل هتلعبوا في تونس في مصر لسه مش عارفين بقى التصفيات هتبقى إزاي لسه مش عارفين لكن إنت بس فيه نقطة أنت قلتها محمد يعني إيه أنت بتقول من بدري بدري صح ودي مش كنتها في مصر إحنا كنا مش بدري كمان أنا عايز أقولك على حاجة المغرب المغرب عشان كده هي متفوقة أو عدد بمراحل في تخطيط من بدري لا بالضبط هنا التخطيط بقى محمد إنت عندك النهاردة مثلا 2009 إحنا لسه بنشوف ولسه هنروح اسمع عليها ندور بورسعيد ومشاف إيه إنت المغرب بقى لها سنتين متجمعوا وبتلعب توب ليفل سنتين سنتين بيلعبوا إنجلترا بيلعبوا أسبانيا والكلام ده كله 2008 نفس القصة 2007 نفس القصة يمكن أنا فاكر المدرب 2009 في المغرب كان بيتكلم مع كابتن كريم أيمن وصاحبه وقال له إحنا عايزنا نعمل معاكو مطش في المغرب عندنا مثلا مطشين أو حاجة قال له إحنا نسه ما تجمعناش قال له إزاي قال له إحنا نسه ما تجمعناش فهو كان في تسعة لما نقل الناحية التانية بقى ميسك عشرة تمام ولسه فيه شيتوس كمان متخب 2010 لسه بتشكل قريب بتشكل قريب بتمنى له التوفيق طبعا شيتوس مدرب كبير إن شاء الله فلما هو مشي من 2009 راح 2010 هو راح برضو مش لسته بيدور برضو وينزل نشعارف فينه وروح محلة ولا وردي راح انتقل لمرحلة هو ردي المنتحب عشرة جاهز موجود موجود بقى لهم سنتين برضو عشان كده المغرب متفوقة متخب الانبي لما كان موجود بقى لهم سنتين 2005 النهاردة في المغرب كل لعبة محترفة معدى الولد الجل الاحتياطي بلعف أعتقد الجيش الملكي يبقى كله محترف 2005 وإحنا هنا عمر خالب بيبو وعمر خدر دول بالنسبة لنا احنا فرحانين عندنا في 2005 2008 ما فيش حد محترف ما فيش فإحنا لازم يبقى فيه تطوير كبير جدا محاول موضوع كبير جدا جدا لازم الناس المسؤولة اللي جاي يبقى فيه استراتيجية طولة المدى أربع سنين جاية تبقى أنت عارف بتعمل إيه جهاز فني لألفين واثنشر يجهز من دلوقتي يشتغل على دلوقتي بالضبط المغرب بقى عمل إيه من سنتين قال لك أننا مثلا فيه منتخب كمان سنتين ألفين وتسعة وإحنا هنا ما كناش عارفين هيتعمل ومش هيتعمل تأمين لها يمسك سبع نفس القصو فلازم المسؤولين يبقى فيه استراتيجية طويلة المدى بحيث أن انت المستقبل بقى أربع خمس سنين اللي جاي لأن انت إن شاء الله كابتن كاس خلاص كاس أولم أفريقية وإن شاء الله يروح كاس عالم ألفين وخمسة نفس القصة إحنا مشابهين شوية ألفين وخمسة وألفين وتسعة مشابهين لبعض فيه أولمبياد وكاس عالم وكاس أولم أفريقية لكن سبعة أو تمانية هو كاس أفريقية لو أنت لقدرها محصل حاجة أنت طلعت من أفريقية وطلعت من كاس العالم وده النوال اللي أنت هتشتغل بهم بعد كده لما تروح بقى الألعاب الأولمبية بالزبط صح كده بالزبط وده المستقبل كبير للمنتخب الأول للمنتخب الأول بالزبط طيب آخر حاجة عشانها في الجزية دي واخدين بالكم من موضوع التسنين من دلوقتي وانتوا بتختاروا وتاخدوا بالكم ولا تيجوا بعد كده تجمعوا وتبدأوا تشتغلوا وفجأة لدي نص الفرقة طيرة لا ما وحنا طبعا إحنا عملينا حسابنا بده قبل ما موضوع التسنين كابتنا علانة بيلا اكتشفوا والآخر والموضوع يجبر طبعا فيه ولاد مميزين مسننين وده طبيعي أنك أنت في فرق لكن إحنا بالنسبة لنا كابتنا حسين ما بيجي يختار هيختار حوالي مثلا فرقتين منهم اللي هم أنا معرفش هم مسننين ولا بيبان أن الورد مميز فده معنا لحد ما نشوف موضوع التسنين هيخبر أو سنه أو مظبوط أو مش مظبوط فيه بقى الولاد التانيين اللي هم موهوبين وسنهم مظبوط وهو الآخر عندنا لعيبة مميزة عاملين حسابنا بدأ من قبل أصلا موضوع 2008 ما يحصل فدي وضع طبيعي أنك أنت حمد لله كمان نحن دينا وقت أن أنت تقدر تختاروا وتتعنى في الاختيارات بإذن الله إن شاء الله نتمنى لكم التفاية يا رب يا كبتن أمير ونطلعونا جيل مميز زي الأجيال اللي موجودة دلوقتي في المراحل السنية المختلفة إن شاء الله في حد من حراس المرمى الصغاري اللي بتشوفهم شبه شوية حد من الجيل بتاعكم فيه فيه طبعا فيه 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 طبعا فيه حارس مرمى في نازل زمالك اسمه مالك الحجار ده مستقبل كبير جدا في نازل زمالك من حراس المرمى مزيد بس هو الأسف بقاله حوالي عشرة أيام مصاب كان بلعب مع نازل زمالك فيه زياد رامي في المؤولين فيه فيه مؤمن من إسماعيلي فيه عمر من طنطة كويس قوي عمر فتحي فيه إبراهيم من الجونة فيه مش عزا فيه فيه الشحات من بيراميدز بالنسبة لي عشان موضوع طبعا الناس بتتكلم أن النادي الأهلي يعني النادي زي أنت مختارش من نادي الأهلي الولاد في نادي الأهلي كويسين بس لسه قدامهم وقت وقت شوي فأنا بالنسبة لي موضوع أن أنا اختار نادي الأهلي ده طبيعي أي حد هيمسك المنتخبات لازم أول حاجة يبص لنادي الأهلي ويبص لنادي الزمالك سأنت بتشوف القاعدة بره على القاعدة بره وبعد كأن إن شاء الله يكونوا موجودين معنا واحد أو اثنين من نادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله طيب أروح معك بقى للشأن المحلي وانطلاقة الدوري وشايفين دوري مختلف عن السنين اللي فاتت ده كانك بتلعب مرشات كؤوس شايف الدوري إزاي المنافسة الأهلي سبع نقاط من ثلاث مباراة في الصدرها هو بيراميدز الزمالك خسر مبارح شايفها زي المنافسة أنت تصارك كده من بعيد وشايف مستوى الفرق إزاي بص قبل ما النادي الأهلي يدخل ونادي الزمالك اللعب المتشوات كان بداية الدوري ماتش ماتشين كان ضعيب جدا الريتم التمبو بتاع اللعيبة بطيء البداية ما كانتش قوية أول ماتش ماتشين بعيد عن النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي الإسماعيل اللي هي الفرق والبراميدز والمصري والحاجات دي كلها وفيوتشر وكده الدوري السنة دي مختلفة محمد وفي نفس الوقت كله خايف أنت النهار ده كله يقول لك لو أنا مكسبتش مخسرش أتعادل النقطة مهمة جدا لكن طبعا النادي الأهلي مختلف النادي الأهلي دائما بلعب على التتويج ودائما بلعب على المكسب والنقطة بالنسبة له أصلا في الطبيعي لما يخسرها كارثة أو بطولة تبقى كارثة فأنا شايف شبه بعضه بخصصنا النادي الأهلي ونادي الزمالك والأنديها اللي هي بالدعم كله يبقى شبه بعضه النهار ده أنت بتلاقي الجيش مثلا بتعادل مع بيرامدز ولا مش عارف بيترو جيت رح متعادل مع مين بيترو جيت لسه خسرها من الإسماعلي نهار ده 1-0 طيب وهو أصلا المطشي الفتأ أعتقد هو كان متعادل بين مع بيرامدز أو حاجة أو مع مدر فيوتشر كان متعادل مع بيرامدز بتلاقي نهار ده جونة ماشي كويس جدا هوب يروح خسرها من المحلة المحلة كان شوية مش عافية كان ماشي كويس أول ماتش خسرها من الجيش عن أرضه الجيش كان مش عارف كسبان المحلة هوب يروح خسرها البنك الآلي كان بتعادل مع زمانك 2-2 اللي هو ضربت جزاء الأخيرة وخسر 3 ماتش الأخير خسر من بيرامدز بكل سهولة شفت يعني الدوري السنائي دي كله عاوز يأخذ من الطرطة زي ما بيقوله كله عاوز يسرق ويجري لأن انت النهاردة يقول لك أنا جمع بناط في الأول فرصة لها أن أنا ممكن أدخل على فكرة دي الدوري كان فيه نسخة برضو 2014-2015 لما كنت أنا في سموحة كنت مع سموحة ساعتها في الدورة الفاصلة الفاصلة يمكن أنا كنت في الأول كنت أعتقد في مجموعة النادي الأهلي أو نادي الزمالي كانت مجموعتين الأهلي في مجموعة ونادي الزمالي في المجموعة مظبوط دوري فبالتالي وصلنا في سموحة نهائي الدوري ضد النادي الأهلي ساعتها كان الموضوع مجموعة الفاصل اللي بين الفرقيتين وكان فرق هدف مظبوط فرق هدف خذ بالك أنا بعد المتش يعني أنا كنت نفسك سأقصب البطولة دي قد وأنا بلعب النادي الأهلي لكن بعد المتش خلاص أوم ما خلص أنا كنت جو في الأوضاء مع اللعيبة أصلا لعبت النادي الأهلي كنت محسام غالي وجد وسيد معاوض واللعيبة الكبار وشريف الكرامي فبالتالي وصلنا لنهاية الكاس ساعتها في السنة دي مقدة النادي الزمالك فأنت فرصة أنك انتك فرق أبعيد عن نادي الأهلي ونادي الزمالك فرصة أنها تقدر تدخل وتخش المصري 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 كمان من الأندية الكويسة اللي بتدعم عندهم كابتن علي مهير طبعا بقوله فترة ومهم جدا استقرار المدير الفني يكون متاجد في نادي بدعم مجلس الإدارة عنده جمهور عنده لعيبة كويسة قدر يدعم لعيبة كويسة من ممكن أدعم وما أجيبش لعيبة عندها خبرات لكن هو دعم لا لعيبة مميزة فبالتالي بقى النادي المصري دلوقتي مع كابتن علي مهير ندل أي فرقة لكن النادي الأهلي مختلف النادي الأهلي أنا متأكد إن شاء الله النادي الأهلي أكيد طالما فيه بطولة في البروز الموضوع ما بيعديش وأنا شايف إن حتى لما خصنا بطولة السوبر الأفريكي دي كارسة للنادي واللعيبة وهو الأخر عشان كده كان فيه السوبر بعده بإزواء عشر تيام كان وضع طويل طويل طبعا بقى الحاجة لجمهور النادي الأهلي أكيد طيب لو أسألك على الشكل المنافسة في الدوري على مستوى حراسة المرمى فيه مستويات قوية أو أنت تتكلم في عدد أفراد معروفين على صوابع الإيد الوحيد كدوليين أو كتاب كدوري أتكلم عن الدوري المصري أيوة مش الدوليين أيوة يعني إنك تختارهم مثلا بص أنا شايف مجد نظري فيه حراس مرمى بيأدوا بيأدوا مش حراس مرمى بيشيروا التيم بيأدوا مستويات كويس لكن أنا ما أجي أختار أنا هبص على النادي الأهلي أول حاجة النادي الأهلي عنده محمد الشناوي محارس مرمى كبير وعنده خبرة كبيرة جدا عندك مصطفى شوبير عندك حمزة علاء بدليلين التلاتة دول في المعافكر القبل اللي فات كذبوط موجودين يعني ودي يعني مش سهل أنك أنت تتخذ حراس مرمى يعني كان الناس بتتكلم على الحرسين اللي موجودين من النادي الأهلي الناس دوع تتكلم فأنت عندك تلاتة يعني النادي الأهلي حظوا كويس أنت عندك الشناوي عندك مصطفى شوبير عندك حمزة علاء عندك فيه مصطفى مخلوف فيه ولاد صغيرين تحت يد تامر طبعا يد ده على فكرة يعني أنا مكتشفه من أكريمية النادي الأهلي ممكن أنا كنت في النادي الأهلي من حوالي ثلاث سنين مسك مدير أكاديمية من النادي الأهلي فرع الشيخ زايد يد كان عندي وكان الحمد لله كان عندي زيادة عبد الكريم من أكاديمية من عندي فيه ناس تانية موجودة كانت موجودة من أكاديمية النادي الأهلي لما تكلمنا كان ساعتا كنت تفتح مبروك أظن كان موجود وبعدين كنت تخلب بيبه كل دون اكتشافات أكاديمية النادي الأهلي فبالتالي أنت عندك النهاردة التلاتة حراس مهار معها في النادي الأهلي ممتازين أو الأربعة ممتازين عندك في النادي الزمالك طبعا عواد بيقدر بشكل كويس لكن الحتة دي بالذات ما كانتش فيها استقرار في الفترة الأخيرة لنادي الزمالك كان شوية نهاردة تلاقي مثلا عواد مرة صبحي آه وبعدين إيه تلاقي مثلا عكس الأهلي مهودا لا بتكلم فيه ده الفرق النادي الأهلي عن أي نادي تاني إنك انت النهاردة عندك عواد فترة كان بيلعب صبحي فيه مشاكل وهيمشي وجدد مش عارف فين ورح فين ومتع وكان هدى الموسم جدد الإصابة بالذبط جد النهاردة عواد كان ماشي كويس بعد عواد بعد مشكلة حسان عبد المجيد حصل وقف لي وتوقفه وخصم هو الأخر رجع صبحي وبعد كده رجع تاني عواد كاس السوبر عشان برضو الناس تبقى فاهمة عواد لما الناس بتتكلم كتير عن موضوع المنتخب والقصة دي عواد في الأول في الآخر هو لعب أربع ماتشات فقط منهم أهلي وزمالك سوبر إفريكي وأهلي وزمالك سوبر مصري مظبور في خلال الأسبوع عشر أيام صح هذه كانت ماتشين آه ماتشين قوية وماتشين جمدين ضغط عصبي وزهني وبدني وكل حاجة لكن أنا بتتكلم على الاستمرارية الاستمرارية ولعب في الدولة ماتشين عشان الناس بتقولك أن عواد هو المستمر عواد جول كويس جدا لكن الناس بتتكلم عن قصة الأخيرة بتاعت المنتخب انت بتتكلم في مصنفة شوبير لعب ست شهور متتالية لعب ماتشات صعبة جدا نهاية أفريقيا تتكلم بطوط أفريقيا تسعة ماتشات كلين شيت في دور الأبطال بالزبط مرشح أفضل حارس في أفريق وحسن لعب وحسن لعب طيب انت دولة كل ده ما يشفعش لأنه يلعب ماتش مع المنتخب ازاي يلعب ماتشه باثنين وثلاثة طبعا انت حقولك على حاجة محمد الناس لو بصت على مصنفة شوبير قبل الإحصائيات يعني مثلا انت بتتفرج وما تعرفش مصنفة شوبير لعب كان ماتش دولي وبتتفرج عليه الماتش اللي فات انت ده منظر واحد لعب ماتش واحد دولي صح صح شخصية وتركيز كبير جدا موهبة عالية جدا تحب تشوفه يعني يعني مصنفة تحب تشوفه الشنوي تحب تشوفه حمزة لما لعب تكسر الدنيا في الأولمبياد فبالتالي انت النهاردة لما تيجي تكرر لا هو عنده رصيد في وقت قليل كاس أفروكيا لعب سوبر مصري نهاية كاس مصر قدى بشكل كويس جدا وبعدين هنا انا مش ببص الحتة يا محمد اننا اللعيب ده بقاله 3-4 ماتشات كويس ومستوى كويس ماشي ما هو عواد لعب وكان كويس وهو جول كويس فعلا كل اللي قلته ده ممتاز جدا لو بنتكلم كور بس اللي عمل ترند ما كانش بيتكلم كور ايو بالزبط بالزبط عموما لسه عندنا تفاصيل أكتر ولسه عندنا موضوعات مهمة هنتكلم فيها مع الكابتن أمير عبد الحميد ولكن بعد الفصل في الفصل بتكلم مع الكابتن أمير عبد الحميد وبتنائج كده أيام ما كان الحارس مرمى في النادي الأهلي والمنتخب ورحته وجيت افتقرنا كده فترة مهمة جدا فاكر لما كنت وقتها حارس أساسي في الأهلي وبتلعب ماتشات أفريقيا وماتشات الدوري وكنت خلاصة على أعتاب أنك تلعب مع المنتخب لعبت ولا ما لعبتش أنا ساعتها كنت موجود في المنتخب مصر ما كنت حسن شحاتها وكان معنا كبتش غريب وكبت أحمد سليمان وكده ساعتها أنا كنت يعني زي أقوله انكسر الدنيا أحسن حالس في أفريقيا وهد تشامبيز ليج الأفريقي كاس سوبر الأفريقي كاس سوبر المصري الحمد لله يعني بطلاط في وقت مفروض أن أنا كنت أجهز ساعتها والأساسي وبتلعب بطولة قرية بالضبط بلعب في النادي الأهلي فده طبيعي فبالتالي لما جيت ألعب كان عندنا ماتش أظن كان باللعب في أستراليا وبعدين عبد الواحد السيد تشتكى من عضلة ضمة فطبيعي أن أنا اللي هلعب يعني وأنا الأجهز اختار مين وقتها؟ كان ساعتها لعب محمد صبحي جابتان أحمد سليمان والجهاز الفن اللي كان موجود لعب محمد صبحي ساعتها وكان صبحي ساعتها ما كانش بشارك بشكل كبير مع نادل إسماعيل ساعتها فاستغربت ساعتها بصراحة أن أنا أجهز وأنا موجود بس دي كورة وفيه جهاز فني هو اللي بيختار وفيه مدارب حراسمر ما هو اللي بيختار فأنا تحت أمر الجهاز الفني وفي الأول في الآخر رأي الجهاز الفني هو القرار الحاسم ما أنا قلت لك ما كانتش كورة كانت رند يعني أنا حتى نستغرب ساعتها أنا ملعبتش أكيد أكيد أروح معك لدور الأبطال وانت يعني كان لك سولات وجلات مع الأهل في دور الأبطال و2008 أنا فاكرها من السنين اللي ما تتنسيش فجأة ما فيش حارس مرمى في النادي الأهل الحضر يهارب رحل سويسرا أمير إجهز عندنا بطولة إفريقيا وصلنا فاينال مع القطن ومع أدراك بأجواء جروة وكسب الأهل دور الأبطال بوجود حارس حط قواعد جيدة جدا مع النادي الأهل في 2008 فاكر أنت ملتشات دور الأبطال وقوتها ومنافساتها طبعا يعني ملتشات عظيمة وملتشات حلوة خصوصا أن أنا كنت مع النادي الأهلي أنا واخد أربعة الحمد لله أفريقي تشامبيز ليج مع النادي الأهلي وفخر لي أن أنا أخدت أربعة بطولات واخد أربعة عشرين بطولة أو خمس عشرين بطولة مع النادي الأهلي فدي حاجة كويسة كنت ساعتها يعني طبعا فيه جولات ونسافر واوة لآخر لكن الفترة اللي لعبت فيها دي كانت فترة صعبة جدا بتتكلم في الحلس الأساسي بتاعك اللي هو من أهم الناس في التيم مش موجود في يوم وليلة بتتكلم في زي ما أنت قلت أنت كنت معنا محمد في جروة القطن الكاميرون ما كانتش بيخصى على أرضه خالص ما كانتش بيخصى على أرضه بتتكلم في ملتشات صعبة جدا والأهم من ده كله أن أنا كنت طبعا أنت ما ينفعش تقايد حد في الأدوار الأولى حارس مرمى فكان من أنت يا أحمد عبد الملع كانش في حارس ثالث ما فيش ما ينفعش تقايد في الفترة الأولى تاني حاجة كنت ساعتها عندي أصابة في المزق في الخلفية ده السوبر الأفريكي ده السوبر اه ضد صفاكسي كسبنا اتين واحد في لافيو أعتقد وغير الجمعة أو في لافيو الاتنين ده بعد السوبر بعد مطش القطن الكاميروني شهر شهرين حاجة ده فلعبت وأنا مصاب كان عندي مزق في الخلفية ومستمعون الجزء ساعتها ريحني قال لي ارتاح خالص كنا ساعتها عندنا دينا مزهريري في زنبابوي وكان بلاتيني مستارز جنوب أفراقيا وانت عارب بقى بتتمزق تروح مسافر 8 ساعات وفي الطيارة وانت أساسا مصاب تبقى دينا صعبة جدا فطبعا عشان خاطر النادي الأهلي وانت برضو مسؤولية كبيرة وانك انت شعرف لك انك انت بتمثل النادي الأهلي وطبعا وان ده النادي الأهلي تعودت عليه من وانا صغير من عندي 8-9 سنين انك انت تضحي حتى يعني دايما كان مصابة جزء يقول لك سيب جلدك في الملعب ما تطلعش ملعب غير وفيه دم اللي هو ما يقفش صح فده تعودنا عليه في النادي الأهلي من وانا صغير فبالتالي انت ضحيت بشكل كبير جدا وجيت على نانس وقال آخره لعبنا بطولة صعبة الحمد لله لعبها بصراحة كان قد بشكل كويس جدا جمهور عظيم كان معنا في كل نحاق العالم طبعا جمهور النادي الأهلي جامد أوى سعيد انك انت بيشجعك ده حاجة كبيرة جدا وانك تفرحوا جمهور ده ما يكون فرحان في الاستاذ يعني انا بوص قمة السعادة واحنا مثلا جايين من كاسة عاملاندية تالت العالم أول مرة أو مطشة القطن الكاميروني احنا مبسوطين وعملين نقول ننتبع هل الجمهور فرحان هل الجمهور هيستقبلنا فيه يعني ده حاجة جدا نتنى رد فعل الجمهور بالضبط فبالتالي كانت مطشة صعبة لكن الحمد لله اللي عبكة لله كانت رجالة وعلى قلب واحد زي ما بيقولوا جهاز فاني مستر موال الجزية وجهاز فاني كان عال على مستوى كابتن أحمد ناجي كابتن حسام بدر كل الناس اللي موجودة كابتن قسامة عرابي كابتن مختار كابتن علاء ميهوب ف مش عايزة نسى حد ف كانت بطولة صعبة جيل كان ممتاز جيل نجوم كبيرة جدا بره ملعب جوال ملعب والجيل اللي موجود دولت بيكمل على التاريخ اللي انتوا حققتوه وعنده مباراتين في أقل من عشرة يام بما يسافر للقطر استاد أبيجان وأورلاندو بايرت ثم الرحلة للقطر عشان الانتر كونتن انتر هو بقى قدر اللعبة النادي الاهلي كده انك انت بتخش من المطش 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 بطولة بطولة هو ده هو ده القدر لأي حد بلعب في النادي الاهلي انك انت مطش بتقفله بطولة بتقفلها وبتخش على البعديها وهو الاخر ف بصراحة أنا بشكر اللعبة دي بقالهم فترة كبيرة جدا بيأخذوا بطولات بيتعبوا من منتخب للنادي الاهلي السفريات لدوري كل بتلعب كل يومين تقناتها ماتش فبصراحة بشكرهم على كمان البطولات اللي عملوها بشكر الجهاز الفني طبعا وطبعا قبل كل شيء الإدارة النجحة كابت الخطيب ومجلس الإدارة انه هو بيقف دايما مع اللعبة ودايما مش هتلاقي جهاز الفني من الأيام على جيلي أنا من كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم رحمة الله عليه تعودنا على ده ان انت ما بتشوفهمش غير في الإخفاقات بس لكن في نجاحات ما بتلاقيش حد يطلع ياخد تريند ولا يتصور ولا كلام ده كله وده الأهم دي الإدارة النجحة والاستمرارية في الإدارة النجحة كابت الخطيب طبعا بيشير كل الضغطات عن اللعبة في وقت الإخفاقات ودي ميزة كبيرة جدا فأنا شايف أن اللعبة وضع طبيعيا أنك انت تقع مرة أو مرتين بالإجهاد ده كله والحاجات ده كله وخلي بالك انت عشان تنجح كمان بغض النظر أنك انت بتقع موجهد أو أنك انت لما تقع بتعرف تقوم تاني بصرح بصرح الأخطاء وبصرعة فأنا شايف بشكرهم طبعا وبتنجرهم التوفيلي أنهم عندهم ماتشاة صعبة ومصيرية بتتكلم في انتر كونتيننتل بتاع ده كاس أفريقيا بتتكلم هترجع تاني على الدوري بعد كيات تروح لعب تاني مش عارف سافر جنوب أفريقيا يعني عندهم مشوار صعب بتنجرهم التوفيق بصراحة أكيد يا كابت الأمير طيب فرصة أنت معنا والوقت معك جري بسرعة نستعرض المشاركات على سؤال طرحنا أو رسالة طلبناها من جمهور الأهلي يوجهها للعابة الأهلي عشان المرحلة الجاية تعالوا نستعرض المشاركات ورأي الجمهور أو الرسالة وجهتها جمهور الأهلي وجهها جامير الأهلي للعابين نبدأ مع بعض مصطفى بيقول لعابة الأهلي واسقين إيه نرجع لأولانية طيب جابر بيقول بالتوفيق لرجالة الأهلي بإذن الله نبدأ الثلاثة عشر بص الناس بتعد مصطفى هو معنا واسقين في اللاعبين إن شاء الله ويفرحونا بالفوز في استاد القاهرة ناخد رأي تاني معنا رجب بيقول مسندة اللاعبين بعضهم لبعض والتفكير في مصطحة الفريق وإنجاز مهمة التأهل للأدوار الإخصائية في المركز الأول كلها رسائل دفعة قوية أمير بيقول الحفاظ على اللقب واسعاد جماهير الأهلي ده أنا لا ده أمير نزيه مانا حسن بتقول التركيز أهم حاجة كل الدعم للأهلي الغالي بتوفي إن شاء الله ربنا يكبر بخطركم ويكرمكم بالفوز يا رب العالمين حلوة الرسالة والدعوات دي أحمد بيقول إن شاء الله مستنين منكم النجمة التلاتاشر يا رجالة ربنا معاكم ودايما مفرحيننا ومشرفيننا ومشرفين مصر جميل يا كابتن أمير والرسالة بتطلع من جمهور التلاتاشر عارف أنت مسافر وعتلعب مع أورلندو أو أستاذ أبيت جان يا جماعة التلاتاشر وإنت واخد آخر نسختين مثلا هو ده بعد ما تكلم فيه جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش بطلات أكيد جمهور النادي عشان فيه ناس قالت قبل كده إن النادي الأهلي مش عارف عمل إيه الجمهور مبسوط وشبأ لا فيش حاجة اسمها كده ولا لعيبة ولا جمهور بيشبع بطلات ولا جهاز فني ولا أي حاجة الجمهور النادي الأهلي دايما عايز بطلات ومكتب على طول وده قدر لعبة النادي الأهلي وده ثقة كبيرة جدا جدا من الناس من الجمهور وبتنال له التوفيه يا رب الفترة جاء إن شاء الله وإحنا عايزين لك دايما تنورنا هنا على الشاشة الأهل بإذن الله تحت أمرك يا محمد أنا تحت أمر النادي الأهل في أي مكان وسعيد جدا أنا معاك يا حامد التوفيه إن شاء الله شكرا لك كابتن أمير عبد الحميد موافق إن شاء الله في خطواتك المغبلة يمكن إن شاء الله بإذن الله نبريك له قريب مع منتخب 2009 يحقق ونجاحات يضلقوا لعبين حراس مرمى صاعدين في الفترة اللي جاية فبتأكيد بنشكره على هذه الفقرة الحوارية الهمة جدا استرجعنا زكريات دور الأبطال كلمنا على مشوار الدوري إنجازات المنتخبات في المراحل السنية وبإذن الله الأهل الموافق إن شاء الله في مواجهة أستاذ أبيجان يوم السلساء المقبل في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا اللقاء جديد بيتجدد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء